كما هو الشباب؟ ان شاء الله دلوقتي سوف نأخذ محاضرة والجلب لادر والبانكرياس في المقدمة يتحدث عن البر ولكن هذا البر هو أكبر عضو ويبالعب دور مهم فيه الفايتال رول اليوم سنتحدث عن البر عن النيوتريشن يوجد كثير من البر يوجد جونتس وهيباطايتس وفيه 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 مثلا حد عنده عنده كل السيزيز عنده ستوريا عنده انفلاميشل في البانكرياس فكل ده هنتكلم عليه النهاردة ونتكلم كل الهالات دي هتاخد الاكل التاح فالمحاضرة ده سمى شوية بس لحد ما الكلام هايبقى هو هو في كل مرات هقولك نفسك هنقولك نفس الاكل اللي مولد بياخده فركز بقى في الحدة دي تمام طيب الفانكشن بتاع الليفر طب الليفر اصلا بيعمل ايه؟ قالك الليفر اصلا بيعمل ميتابوليزم للكربوهيدريت ويحولها لي الى اكتاقة هو بيعمل لما اخدك الكربوهيدريت مين بيعمل لها متابوليزم ويحولها لي الى انيرجي او يحولها لي كوليكوز هو الليفر تمام؟ عشان يساعدني ان انا اعمل جروس للجسم بتاعنا تمام؟ وكمان بيعمل لك ميتابوليزم للفات وبيعمل لك ميتابوليزم للبروتين ازاي بيعمل لك ميتابوليزم للفات انه من انا اقل اكله في دهون بيطلع كده هرمون يخلى الجلب لاضر احنا عارفين النيفر هو اللي بيكون البايل ويكون البايل ووديها يخزينها فين في الجلب لاضر فلما ايدي اكله في دهون هيتطلع هرمون يخلى الجلب لاضر تعمل اشعه تطلع البيل توديها للسمون انتستين اشعه تفعله هضم للفات بالتالي العملية دي لو العملية دي ما حصلتش. يعني ما حصلتش إن الجلب بارت عملية كنتراكشن وودة الباي للمرافق μας مش هيحصل أبسوبشن للفات ولا كمان هيحصل أبسوبشن للفات سوليبل فيتامن برضو في فيتامن اسمها فات سوليبل فيتامن وووتر سوليبل فيتامن فمشيحصل أبسوبشن للفات سوليبل فيتامن هيا ايه زي ايه زي ال ايه والدي والأي والك خلاص. كمان زى ما احنا قلنا هو بيجزن. وبيعمل اكتيفيشن للبيتامين اند مينار 어떡انيه. بيعمل فورميشن انت اكسيرجن للبيل احنا هو بيكون البيل بيعمل لها اكسيرجن وكمان بيعمل ايه بيحول لك الامونيا الى يوريا ودي مهمة جدا بيحول الامونيا الى يوريا وكمان بيعمل متابوليزم للايه للستيرويد طيب ولا كمان ان هو بيشتغل كفلتر فيلتر بيعمل ايه بيعمل ان هو يعمل ريموف للاكسيسف اللي هو الالكوحول والتوكسيك سابستنز زي المكتوبيني yüzelles الزيتة اللي موجودة في الدم و يطلحها كمان بيعمل دstrom بيعمل ايه فيجم � kafar كمان وده بيعمل Français للعلاج اللي انا باخده وللد subsequently یعلم والاضر كمان ده بيستخدامه لماذا يعمل ايه في الس ISBN Maximum عشان استخدمه في主BT ايه ان اخد الجرعة بتاعتي منه تمام طيب اول مرة هنتكلم عنه النهارد هو جوانتس الجوندس هي يعني اصلا جوندس يعني الكسم بيبقى كله مسفر كده تمام بيحصل يلو كولر اوف زا سكين اندي تشو تمام فبيقولك في الجوندس بيبقى هوي يعني نسبة البايل بتبقى عالية في الدم تمام تمام علاجها ايه؟ علاجها ان انا ادي للبايل بتاعي نيوترشن اديكويت يعني ادي له اكل كافي عشان احمي الليفر بتاعي وامنع البرمننت دامج اللي بيحصل يبقى الهدف بتاعي ان ادي نيوترشن اديكويت نيوترشن يعني اديه تغذية كافية عشان احاول تأفويد بيرمننت دامج حسن اتجنب الايه؟ اتجنب اتجنب زيادة الليفر الليفر خلاص طيب ايه الديوت بتاعنا؟ الديوت بتاعنا ان انا هدله ا chegou افروب Hallelujah بسك engraves through heart بسكروبум fuiتشن Cavalier اشان Jay take our nodes ليش اجدد تشو وsee امنع الفاتي امنع ارتشاح امنع ايه؟ اكون امنع تكسير الدهون خلاص يبقى ليش بدcessors ليه? عشان ما خليش الجسم يلجأ انه هو ياخد من الدهون. وكمان اكون الدشو عندي. يبقى ابدي بالبروتين. هاي كوالتي ببروتين. بروتين. علشان اعمل الريجينيريتد للدشو. ويبريفنت الفاتي ايه? اهم حاجة عندي هنا انا بديله هاي كاربوهايدريت دايت. هاي كاربوهايدريت دايت. ليه? عشان اعوض البروتين اللي الجسم عمل يستهلكه ده. واكون سينزز لايه? الكلوكوجين. خلاص? يبقى ادي له هاي بروتين. هاي كاربوهايدريت. طيب. وقلل الدهون. احنا قلنا عندي جونتس. ففي زيادة في البايل. تمام? فالبيل دي هتطلع لما اصلا اكل دهون. فمش هتدلها امنع الدهون خالص. تمام? هعمل ايه ثاني? هتطلله فيتامين سابلمنت. زي ايه طب الفيتامين سابلمنت? قالك زي فيتامين سي. عشان مناعة. فيتامين اي بيعمل الريجينيريتد للتشو. فبديله فيتامين اي وفيتامين سي. وبديله كمان اه بعمل اه طبعا شخص اللي بيبقى عنده مشكلة في الليفر بيخلي بيبقى عنده اه اه اديمة. لو في الدلل اللي هو عنده اديمة فانا بعمل سوديوم ريستريكشن يبقى منع السوديوم. يعني انا كده عطيت عطيت ثلاث حاجات ومنعت حاكتين. عطيته كاربوهايدريت وبروتين وقللت وعطيته كمان فيتامين سابلمنت وكمان قللت للفات وقللت للايه السوديوم لو شخص ده عنده ايه اديمة. طيب كده بالنسبة سهلة قوي. طيب قبل ما نتكلم عن الدرس كله كجينلول كده لو انت معك بدي اف او معك اي ورقة اكتب جنبهها كده. فموارد الكبت انا بدي تلات حاجات وقلل حاجتين. بدي كاربوهايدريت طيب كل الحاد قدامها كده هتبقى نفس الكنان برضو كاربوهايدريت بروتين كالوري كاربوهايدريت بروتين ايه كالوري وهقلل الفات وهقلل الصوديوم عما تاني يعني. طيب الهيباطايتس بقى اللي بدي ازاته برضو يبقى فيه في الليفر. احنا مش علينا قوي. الكلام اهم حاجة علينا العلاج اللي ياخده ايه. فحنا بناخد النظرة كده الشخص ده بيبقى عنده ايه المشكلة فهندي له ايه. يبقى ايه اعراض فبنتجنب اكل ايه او بنعمل ايه في الضيط بتاعنا. خلاص? هنا بيبقى عنده مشكلة في الليفر. يبقى عنده في الليفر. تمام? نديجة بقى فيروس. بقى فيروس A B C D A فيروس. اعراضه كلهم في الخلف يبقى نفس الأعراض. يبقى عندهم نوزياء. يبقى عنده فيمتنج. ومعه ابنون البين. ومعه دائرية. فبالتالي الحاجات دي كلها هتقدي لإيه? هتقدي لويتلوس. يتخيل واحد مش بيأكل ولما بيأكل بيجي له نوزياء وفوميتنج. وبيجي له دائرية كمان وبيجي له ابنون البين فمش بيأكل. تمام فبالتالي هيجي له ويتلوس. هو اصلا عنده هيبا تايتس. ايتس يبقى ينفلاميشا. هيا بكي ده هيبقى عنده فيفر صح؟ وكمان هيا بكي ده هيبقى عنده ماذا ؟ جونتس معاه هي جونتس يبقى ده لأعضب بتاعت الهيباطايتس إذا لم ترد فتاعته تمام؟ طيب ما بقى الديت اللي المريض ده هياخده بيقولك ان طيب في مريضة الديت بتاع البيشنت اللي عنده هيباطايتس الهدف بتاعي ان انا ان ادي له اصلا نيوتريشن اتيكوي دايت اتكوي دايت ادي له اكل كافي وكامل مهمة اوي 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 كلمة بتريست اريحه. ريح المريض بتاعك ليه? عشان المريض ده اصلا عنده انفلاميشن فانت عايز تهدي شوية او تعمل ريكوفر للدمج تشو اللي حصل وتمنع الدمج اللي هيحصل. تمام? طيب. فاول مرحلة طبعا اللي احنا قلنا البشان ده عندنا بيبقى عنده نوزي وفوميتنج فبالتالي البشان اللي عنده سيفير نوزي وفوميتنج فبتتالي الاول مش تديره حاجة اورال. لو عادته حاجة اورال هيحصل فوميتنج فبتديره ايه? بتد خلاص? طيب لو انت لقيت اه 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 طبعا احنا قلنا لسه قلنا هيبقى عنده رسق فبالتالي. لازم اه يتدي له وجبات اه خفيفة على فترات زمنية طويلة يعني مش هتدي له وجبة كل تلات واجبات في اليوم كل وجبة تسمة لأ هتدي له مسلا ست واجبات في اليوم مسلا على على كل ساعتين مسلا كل ساعتين وحاجة صغيرة كده. تمام? اه هتدي له مهمة اوي 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 الحدة دي. اللي هو full liquid diet. ايه full liquid diet دوت? ده اه بيبقى اكل اهو. ايه هو ده سؤال انتحان? full liquid diet ده? full liquid diet ده بيكون اكل liquid في ال room temperature. او بيكون liquid في الفم. زي ايه? زي الجيلاتي. الجيلاتي بيبقى liquid. اه بيبقى 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 solid. تمام? اه لكن في في ال room temperature لو سبتم تحارة الغرفة العادية هيبقى ايه? هيبقى liquid. وهجزة لو بيبقى برضو solid. اه في التلاجة فانت بتحطه في بقى ويحصل له ايه? بيبقى liquid. هو ده اسمه full liquid diet زي ما احنا شايفين. زي الايه? زي الايس كريم بالزبط. تمام? وزي تي والجوس والملك والجلي والحاجات دي كلها. يبقى الجلي والج الحاجات. اسمها ايه? يبقى liquid في ايه? في ماضية المرشرة. بتديها الميل. لماذا دي هي مطايتس. بتدي له ايه? full liquid diet. تمام? طيب. اه بتدي له ايه كمان? بتدي له high calorie high protein. high calorie high protein. ليه? علشان امنع الويتلوس او اللي بيحصل. احنا عارفين البروتين بيعمل ايه? بيعمل ايه? بيعمل تجديد الخلايا. تمام? يبقى عشان امنع الويتلوس ادي له high calorie high protein. ببنع الفات او بقلل الفات. ليه فات بقللها? عشان احنا نسألين من شوية. يبقى فيه مشكلة في البايب بيبقى زيادة. ببقى معها جولدس اصلا. فانا هقلل الفات شوية. اه بقى هدله كمان اه كاربوهيدريت ضايت. high carbohydrate diet. high calorie برضو زي ما احنا قلنا. يبقى كاربوهيدريت بيكون عالي. بقى اكيد عدده high protein. high calorie. وقللت الفات. تمس زي ما احنا في الجولد زي ما احنا ماشي. كمان. نوال بيشد اللي معها نوزيا. هتقلل. الاكل اللي فيه ناجحة كوية دوت. او الاكل اللي سبايزي فوت هتتجنبه لي. اشان فوت اصلا ببعنده نوزيا وبعنده فوميتنج. هتدي له اكل فيه ناجحة كوية ممكن يفوميت على طول معك. تمام? ايبقى انت هكده احنا نجمع الدنيا. يبقى في المونة الهباطيتس. اعطيناه له. بيبقى معها نوزيا او ببعاها لوس افباطيت ونوزيا فوميتنج قبدو من الملبين. نديجة الحاجات دي كلها. وبعاها جوندس وفيفر. فهنديله ايه? هنديله بروتين هنديله كاربوهايدرايت هنديله كالوريك كتير. هنقال عليه اللستوديون وحنا أقال عليه الفات نف скажة او ؟ نفس الكلام. تمام المريض ببقى سيروزز المريض اللي عنده تليف في الكبه. الا الي بيحصل بنفس فى حاجة اسمها السيروسس يعني ما سيروسس يعني اتكون سكر يعني مش انحنا ما نما مثلا انت III تتعور في ايدك بيحصل ايه بيحصل تتعوّر هيحصل تكون طبقة من السكر وتخف صح؟ يعني ما تخف يعني التكون السكر ت 해도 تتكون طيب تجي تتعوّر جانبها تتكون سكر وتتعوّر جنبها تتعوّر جنبها تتعوّن سكر فبالتالي الخلال الطبيعية طاعتك راحت وجهة كانت تبقّة من ايه تبقّة من فى السيروسس يبقى في السيروسس بيحصل Ruble Scripture وبقى بقى فيه مكانها ايه بقى فيه مكانها بقى فيه مكانها طبق كده من السكول انا دي لها لازمة ما لاش اي ستين لازمة بالتالي الفنكشن بتاع ال liver هتقل بس كده يبقى في ال liver Susan 피атьant بيكون عنده damage في الخطى بتاعته الطبيعية بقى 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 فيه مكانها فيبرس سكار تشو فيبرس سكار تشو دي مبقاش لها اي function بالنسباني ما لهاش اي function بالنسباني فبيحصل كده function liver هصن له ايه elever function هصن له ايه لخالص تمام طيب يبقى هو كرونيك ليور تزيز قلت لك في العم كده اللي بيحصل فيه يبقى بيحصل عربي قوار بالاقي بالفيبروس كارتش تمام اه فبالتالي ده بيبقى كومون كوز اذا تكونوا يعانف فالقومون كوز هو ايه اهو كومون كوز عشان يتهي في الامتحان كومون كوز هو الكوحول الكوحول هين انتك بلايز الناس اللي في الارب وكده بيبقى عندهم بيشربوا الكوحول الكتير فده المستيكم ينحصل لهم ايه? طيب. والكمل برضو شقع معنا هنا في مصر مسلا اي حاجة او او التعرض للايه? من او خلاص? طيب. ايه هو زي ما احسن ايه هو دعليف? هو بيحصل فيه ويبقى في مكانها ايه? بيبقى في مكانها طيب ايه اعراض بيبقى تشبه بالزبط ايه ايه مع معه برضو ايه معه ايه معه نوزيا. فبالتالي هيندج عنها شخصها مش بياكل مش 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 عاوز يأكل ما بيجي يأكل بحصله نوزيا فبيجي لويت لوس. تمام? اه طيب انت هتعمل ايه معاه? انت يجي نفسي تريبا اعراض الهباطايتس. تمام? فشخصها يبقى عنده مليوتريشن هتدى له ايه? قال لك هتدلالي اللي عنده هتدي له كالوري. ادي له ايه? كالوري بالنسبتها من 2000 ل3000 كالوري في اليوم. من 2000 ل3000 كالوري في اليوم ليه عشان تعمل تجديد الخلايا الليفر ديت. تمام? تديره هاي كالوري زي ما احنا نسألين من 2000 ل3000 كالوري. الكالوري بتاعنا في الغالي بتبقى من الكاربوهيدريت. بتديره كمان ادكويت بروتين ضايت with vitamin and mineral supplement. يبقى تديره ادكويت بروتين ضايت. يبقى تديره بروتين برضو. كمان الشخص اللي عنده مشكلة في بالتالي هو هنا بيبقى ان يجيله ايه? اللي هو زي الاسايتس والسوينينج اللي هي في الفيت والليج والباك يبقى دي اديمة. الشخص هيبقى عرضة ان هو يجيله اديمة واسايتس. فانت بالتالي هتمنع السوديوم. هتمنع السوديوم قد ايه? هتمنع السوديوم من 500 ل700 ميلي جرام كل يوم. يبقى البيشانت اللي عنده ممكن عرضة او ريسك ان هو يجيله الكمليكيشن بتاعتنا اللي هي ايه? الاسايتس والاديمة. هتمنع السوديوم. او هتقلق السوديوم شوية من 500 ل700 جرام كل يوم. 700 ميلي جرام كل يوم. السوديوم ده موجود فيه? موجود في اللي هو الاكل المتعبي وكده. والباك يبقى اضطر الكلام ده كله. طيب. بس هنا بس كده. اهو. كمان بتديله ممكن كمان يحصل له ايسوفيغاس او ايسوفيغاس فاريسس في غايب الفياشت اللي عنده ليفر سيروسس بيجيله الاسوفيغاس فاريسس. فات التالي انت تتجنب او اللي عنده او اي حاجة تعمل او اي حاجة تعمل تمام? واتتدينه طبعا عشان النوز اللي عنده او سيما قلنا في القبلة يبقى تدينه من متين من الفين تلات تلاف كالوري بتقلل السوديوم من خمسمية لسبعمية. اه بالتالي هادد دي كمان اه اه في حتة هنا مهمة خلي بالك البيشاند اللي عنده ليفر سيروسس. اصلا الفانكشن بتاعته من هو يحول اللي زي ما احنا قلنا الامونيا الى يوريا هنا الامونيا الامونيا دي يعني ايه? اامونيا دي نادج نادج متابوليزم بتاعت البروتين. لو عدته بروتين كتير البيشاند هنا مش هيبقى هيكون عنده اامونيا كتير. خباك الامونيا دي بتقدي من بتعدي للبراين بتعمل ممكن تعمل َ٠٠٠٠٨ على تعمل َ٠٠٠٠٠٠mis انا انت بتقلل برضو من البروتين هنا يبقى هنا في السيروس آو بتديله كمية كافية من البروتين مش بتديله بروتين كتير عشان الامونيا بتكون عالية في الدم فهتأثر على ال تمام تدده بيتقلل من البروتين هنا خلي بالك يبقى هنا بتقلل بروتين بتقلل فات بتديله من 3 эلاف بتقلل السوديو من خمسمية لسبعمية عشان شخص ده بيبقى على Spirit طيب. ابل ما نخش على الحدة دي. انا نتكلم على الهباديك فلير. نتكلم على كل السيزس و السيطوريه مع شنو هم بقواب عبعد كده على طول. الهباديك فلير البقى هنا بيبقى فيه فشل كامل في الفنكشن بتاعت الفنكشن الخلاص مش قادر يعمل فنكشن بتاعته. بيبقى في في الليفر. او بسموها خلاص في حجمه اللي بحصل فيه. وخلاص مش قادر يعمل ايه فانكشن بتاعته. خلاص قلت خالص. آآ وقل كمان الفانكشن بتاعت وخلاص مش قادر تشتغل. هيندج عنها ايه? طبعا اللي هو بيحول الامونيا الى يوريا. مش هيتحول الى يوريا فهيعلن نسبةه في الدم وهيوصل للبريل. وحصل في الامونيا. حصل هيحصل في ايه? تمام? هيحصل كمان ممكن الشخص لا يخش في قمى. تمام? والقمى دي ممكن تؤدي الى ايه? ممكن تؤدي الى ديس. خلاص? لو ادخل في القمى هتؤدي الى ديس. طيب ايه الاكل اللي هنتدوله قال لك ان ان انا اقل الى هنا بقى بقلل البروتين عشان احنا عندي لو عدده بروتين مش هيحول الى الامونيا لو مش هيحصل اصلا متابوليزم مش هيحول الامونيا الى يوريا. فبالتالي هيقل الى اقل البروتين عشان اقلل الامونيا. علشان ما يخش الشخص في القمى والقمى دي مانهاش علاج وهيحصل له ديس. تمام? هتدي له بروتين قد ايه? قال لك بدي له حاجة بمشي حاجة اسمها بروتين فري تو لو بروتين ضايت. يعني ايه? يعني اقلل خالص البروتين او حد ما همنعه. او مش همنعه يعني هنقلله خالص جدا يعني. لهو فري تو لو فري من ان هو ما يبقاش مع ان انا مدوش بروتين خالص الى من ان انا ممكن ان انا تو لو بروتين اقلله خالص. ان هو قديره قديره بروتين في الاول ايام كده. انا ببتديه ببتدي معاه من 20 الى 30 جرام بروتين كل يوم. طيب بعد كده اعمل ايه? بعد كده اصحابه تحليل امونيا ويوريا والكلام ده. لقيت الامونيا بتقل يعني الليفر ده ان هو يشتغل ويحول لك الامونيا اليوريا. خلاص هتزود معي. بدل مو كان بيقضي 20 جرام? لا زود 5 زود 10. هتديره 25. هتديره 30. وتمشي معه واحدة واحدة تتريك. بعدها بكم يوم? بعدها يعمل باسبوع. لو لقيت اصحابه تحليل امونيا برضو زي ما هي بتقل. تمام و بتحول الى يوريا. هتدى انك تديره من 40 ل 50 جرام كل يوم وتمشيه على الحوار ده. تمام? ايبقى في الاول بيتديره ايه? بيتشيه على حاجة اسمها بروتين فريق الى لو بروتين مش بيديله بروتين خالص. بتديره ما مشيه الاول على كام? من 20 إلى 30 جرام كل يوم بروتين بس. بعد كده بعدها بكم يوم? باسحاب له تحليل. لو ادهو بيتحسن. هتديره البروتين هزود بقى بروتين معه من 5 لعشر. بعد ان ما بياخد 20 هتديره 25. زي ما كنا بنتكلم فرينا الفريق لو تفكره. فمشي واحدة واحدة. بسحاب له تحليل. لدي ايدي دينة بتتحسن هزود. لدي ايدي دينة بتتحسن هقلل. كان برضو كان بروتين برضو هناك. تمام? وهنا لو تحسن هتديره ما تديره من 40 ل 50 جرام كل يوم. تمام? بعد كده بالنسبة للكالوري فبديله كالوري من 1500 ل 2000. من 1500 ل 2000. تمام? كمان بديله كالوري في ايه بديله كالوري من الكربوهادريد. وبقلل الفات طبعا. لازم قلل الفات. تمام? البيشنت اللي هو مش قادر انه ياخد الاكل اورال. في الاول طبعا بعمله استيسمنت اللي هو مش عنده نوزي او او مش قادر اصلا ان البيشنت مش قادر ياخد اكل اورال فبديله او بارينتيال فيتنج. خلاص? طيب. بالنسبة ما اللي تزيلت على الجول بلادر قال لك ان الجبت الكابت بتاعنا هو اللي بيغزن في بيصنع البيل وبيغزنه فيه في المرورة. اول ما ناكل الاكل يتفرز هرمون يعمل لي كونتركشن البيل يتنزل زود يتعمل لي كونتركشن الجول بلادر المنصر اللي في التكامل للزودة عشان يحصل لشو العائل فلو تزيل فين في الاول البيل толب. طيب لو حسن الاستون او حسا تزيل اي المسلمن في الجول بلادر او حصل اي 핑�شنا ان البيل ينزل من الجول بلادر او سي اطلits فoudتالي اللي لو مش هنزل فبالتالي الدهون مش هتلاقي حاجة اهدمها. صح? مش هتلاقي حاجة تهدمها. فبالتالي يحصل ايه شخصة? هيجيله نوزيا هيجيله ابدومينا البين. نوزيا ابدومينا البين. في الخالي بيها ابدومينا البين في الروفين. تمام? ما كان كده. خلاص? آآ بيقول لها خلي بالك هنا ان المريض دول يبقوا آآ يبقوا اكثر ان هم يكلهم آآ الحوار دوت اللي هو مشاكل في فبالتالي بتقول له آآ حاول لك تقلق من وزنك شوية وتحفز عن نورمال ويت. وتأجد كمان بتقلل الفات. قلل الفات دي بقى بتقلل الفات من عشرين تلاتين جرام فات. تقلل الفات من عشرين تلاتين جرام آآ في اليوم. خلاص? عشان طبعا ما نفعش يديده دهون خالص عشان وعداته دهون مش هيحصل لها آآ ضجج. طب بالتالي هنستدنا الحتة اللي فوق ديت. طب بالتالي لو حصل يعني حصل ستونز في جال بلادر. او حصل ستونز في خلاص حصل ستونز مش الكل يعني ستونز في جال بلادر. بالتالي مش هيهضم الفات لان البايل مش هتنزم من ايه من الجول بلادر فيها ستونز فيها حصوها فالبايل مش هستعدي. يبقى البايل كان نوت فلو انتو ايه سمون انتستن. البايل مش عالفه تروح لسمون انتستن عشان تدهدم الفات. تمام? في ايه اللي هيحصل? هيحصل ان الفات نوت ابسوربت مش هتمتص. طب لما الفات ما تمتصش. ايه اللي هيحصل حاجة اسمها ستيتورية. يعني ستيتورية يعني الفات اللي وصلت للسمون انتستن مش هتحصل لها هضم. فتخش على الارج انتستن بلارج اماون. تنزل فين? في الفيزز. تنزل في الستول. تمام? هتلاقي ان الستورية دي. الستول بتاعه هيبقى بيل. لونه كده بيل وفوت طبيعي ان هو يكون براون. اخدت صبغة براون. لا هنا هيبقى بيل عشان اللون بتاع الدهون هيبقى بيل. وهيبقى ريحته كريهة جدا. اسمه فاول سميلينج. ريحته كريهة جدا. يبقى بيل كالرد وفاول ايه سميلينج. هتدي له اكل ايه بقى? هتمشي على فات ساويساز ماشي. هتدي له فات سوليبل فيتامين. غير كلمة وطر هنا. وحطها وحط ما كانها فات. تمام? هدي له فات سبلامينت كمان. سبلامينت فات سوليبل فيتامين عشان هنا مش بيحصل اصلا للفات فبالتالي مش هيحصل للفات سوليبل فيتامين فانا بدي له فات سوليبل فيتامين سبلامينت زي الهم ما ايه? فيتامين اي والدي والاي والكي. تمام? اه وهنا بيقول لك ملحوظة خلي بالك ان ممكن فيتامين اي ده يبقى توكسيك للليفر فخلي بالك لازم يكون داحت اشراف الدكتور وكده. طيب. بعد كده هنتكلم على ايه تاني هنتكلم على ال ما هيشي البانكرياس. البانكرياس ده فيه اديمة تمام يعني انفلميشن دي هتقدل الاديمة يعني انشان هيحصل اكزيوديت ويحصل فات نيكروزيز كمان فبالتالي هيحصل بلوكيج لما يحصل اديمة هيحصل بلوكيج مش الانزيمات دي مش تطلع عن ديكرة اللي حصل بسبب الاديمة دوت فبالتالي اللي هيحصل اه 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 متع الستارش والفاتر بروتين هيقل اه والابسوربشن افات فيتامين متاع الفاتر بروتين برضو هيحصل له هيقل طيب ايه الاكل اللي هنديهوله بقى هنديله طبعا اه ووتر سولوبل وفاتر سولوبل فيتامين عشان مش بيحصل لهم زي ما احنا قلنا اه ابسوربشن هنديله كمان او 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 لحد ما يحصل ده اه يحصل له حد ما يحصل بديله ايه اه سوري سوري هنا بتديله يعني لحد ما يحصل له ايه حد ما يحصل له او لحد ما يحصل له بقى بتاعنا مش هديله اي حاجة خلاص بعد كده بقى معنا بديله فكرة اللي بيساعدوا على خضم والفاتر والبروتين طب هم ما فيش اعمل ايه او لها عباس فماشاش فيه 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 عمل ايه ما حصل ايه زي ما دين منتطلع من البانكرياس همش يحصل هاطم لهم فبالتالي بدلت الاورال معا ايه اي بي مش بدله او خالص لحد ما يبقى بقى معنا حديله او الاوال الاول لكنه طلع من العملية بالزبط بابنع تمام كده هنكون خلاصنا محاضرة النهاردة اتمنى تكون المحاضرة بالنسبة لكم بسيطة يعني محاضرة لحد ما نفس الكلام متشابه يبقى كده اتكلمنا على على كل حاجة في المحاضرة تمام شكرا